اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخارف الشريعة ليحكموا فيها بين عباد الله وفي عباد الله نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أم لمحكم ونرى فرقا بين شخص يضع قانون يخالف الشريعة ليحكم الناس به وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزو الله لأن ما وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم محالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كاف ولكن من حكم بمسأل معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسر وكفره إن وصف له بالكفر كفر دون كفر ترجمة نانسي قنقر